في المجتمع العربي أكاديمية القاسمي أهلاً ومرحباً بك أخت رغدة أهلاً فيك السؤال أولاً كيف يمكن أن تكون بيوتنا بشكل عام إطاراً حامياً ودافئاً لأولادنا أولاً المقدمة اللي أعطيتها حضرتك بالنسبة لإلي كانت مقدمة اللي صعب كان علي أسمعها من النقيد إلى النقيد كحديقة مظهرة أو حديقة خرقها؟ من حديقة مظهرة لخراب طبعاً العائلة هي الدفيقة الأولى بالنسبة للطفل بدون شك الطفل وأي طفل ينشأ في العائلة بداية المحل الأول اللي بيتلقى فيه التربية بيكتسب مهاراته الأساسية هو العائلة فالعائلة هي اللي بتضمن تنشأ سليمة بالنسبة للطفل وكل النظريات في علم النفس بتحكي أنه السنة الأولى من حياة الإنسان أو الثلاث سنوات هي الركيز الأساسية اللي بشكل عام العائلة هي المسؤولة الأول عن تربية الطفل كيف ممكن تكون العائلة هي المحل الآمن والدافئ بالنسبة للطفل المفروض الشيء البديئي أنه العائلة تكون هي المحل الدافئ والمحل الآمن بالنسبة للطفل في الوضع العادي وفي الوضع الطبيعي العائلة هي أكثر محل ممكن الطفل يشعر معه بالأمان وفي نظريات علم النفس كمان بيحكوا أنه السنة الأولى من حياة الطفل أو بيطلع فيها منها مع إحساس بالثقة ثقة في العالم ثقة بنفسه ثقة في البيئة المحيطة فيه إنها بيئة قادرة على حمايته وعلى توفير الأمان والدعم لإله أو بيطلع مع شعور بالشك والمشاعر هي ممكن تتولد عند الطفل من خلال العائلة قداش العائلة بتهتم إنه تقدم الرعاية وتقدم الدعم وبالأساس الرعاية الأساسية للطفل بالشكل المناسب وبالوقت المناسب قداش هاد بضمن إنه الطفل يطلع مع شعور بالثقة وهاد بساهم في إنه مراحل التطور الأخرى تكون مراحل طبيعية السؤال التالي هل تعلمين أن المشاكل داخل العائلة بين الرجل وزوجته هي أمور تحدث لأسباب وعوامل مختلفة لكن السؤال كيف نتعامل مع هذه المشاكل دون أن تتفاقم ودون أن تلحق الأضرار بالصغر طبعا أولا الخلافات الأسرية خلينا نسميها والخلافات بين البشر هي شيء عادي هي جزء من أنماط التواصل بناتهم طبيعي جدا إنه الإنسان يكون فيه اتفاق في حالات معينة واختلاف في حالات ثانية أحيانا الإنسان بيكون بسراع مع نفسه يعني أنا نفسي البني آدم بيكون فيه جواتي سراع وهذا وضع طبيعي جدا بيظل السؤال كيف نتعامل مع الخلافات وكيف نتعامل مع السعرعات كيف نحن نقدر ندير حوار كيف نقدر نعطي فرصة للشريك يعبر عن نفسه يحكي إيش التوقعات تبعته إيش طلباته إيش الأشياء اللي ممكن سببت له خيبة أمل كل ما كان فيه عندنا إمكانية لإدارة حوار لإعطاء فرصة للتعبير عن الرأي احتواء مشاعر لو كانت صعبة التعامل مع هاي المشاعر بطريقة اللي تساعد الطرف الآخر إنه يشعر بالهدوء يشعر بالثقة والأمان ويقدر يواجه الصعوبات اللي بعاني منها في هاي الحالة ممكن الخلافات تتحول لنقطة تطور ولبناء علاقة أسرية سليمة مية في المية والعكس صحيح في اللحظة اللي إحنا منقدرش نستوعب فيها الطرف الآخر منقدرش نحتويه مع مشاعره الصعب مع تحدياته مع مرات يعني أنت بنفسك ممكن تحس في حالات معينة إنه جاعة بلك تسرخ أريد أن أسألك عن الجو العام يعني كيف يؤثر الجو العام الذي نعيشه في ظل أزمة الكورونا المستمرة منذ نحو سنة ونصف على العائلة العربية الضغوط كثيرة والهموم أيضا فيش شك إنه جائحة الكورونا ولدت ضغوطات مختلفة ومتنوعة سواء من ناحية اقتصادية أو من ناحية اجتماعية يعني واحدة من أبسط الأشياء إنه بسبب الكورونا إحنا اضطرينا أن نتواجد في البيت لأوقات متواصلة شيء اللي إحنا ما كناش متعودين عليه بالوضع الطبيعي الزلمة بيطلع على شغله المرأة إذا بتشتغل بتطلع على شغلها الولاد بروحها المدارس في التنوى في الفعاليات اليومية في حياتنا لكان حاننا مرة واحدة موجودين كل أفراد الأسرة في نفس البيت وهذا طبعا شيء اللي إحنا مش متعودين عليه وممكن ولد ضغوطات بتعلق كمان في الطريقة اللي العيلة بتقدر تتعامل فيها مع تخطيط الوقت وتنظيم الوقت حياتنا نقلبت رأسا على عقب يعني واحدة من المشاكل اللي لاحظناها وعلى فكرة في بداية الكورونا عملنا بحث كجزء من عملنا في المركز اللي حاولنا نفحص فيه أوضاع العائلات العربية في ظل أزمة الكورونا وحاولنا نفحص كمان العوامل اللي فيئ لها تأثير على إيش بيصير في العائلة واحدة من الأسباب هي حجم البيت كل ما كان البيت فيه غرف أوسع كل ما هتساهم في أن الضغوطات تكون أقل عدد أفراد الأسرة كل ما كان أكبر فالشعور بالضغط هو أكبر واحدة من الميزات في مجتمعنا العربي إن بيوتنا كبيرة بفضل رب العالمين بشكل عام فيه عنا ساحات خارجية وهاي كثير ساعدتنا كعائلات عربية واحدة من النقاط اللي فحصناها ضمن البحث قد ديش جائحة الكورونا سببت خلافات والإش المثير للانتباه إنه من النتائج اللي حصلنا عليها إنه صار فيه خلافات في العلاقة بين الإخوة والعائلات العربية حكت إنه بفترة الكورونا الخلاف بين الإخوة زاد الخلاف بين الأزواج كان أقل تصريح أو تعبير عن وجود خلافات طبعا هذا لا يعني إنه الخلافات مش موجودة بعد هيك الإحصائيات والماطيات بتورجي إنه المشاكل الأسرية زادت في فترة الكورونا العنف الأسرزات في فترة الكورونا حالات الطلاق زادت بفترة الكورونا صعب إنه نحكي عن هذه الأمور أسهل إنه نحكي عن الخلافات بين الإخوة طبعا كمان من ناحية تعليمية الكورونا سببت أزمة تعليمية للطلاب التعلم عن بعض هو منظومة اللي إحنا مش متعودين عليها كمجتمع لا في العائلات ولا عند الطلاب ولا في جهاز التربية والتعليم إلى أي مدى لديك خشية من الآثار السلبية لأزمة الكورونا على أولادنا في المستقبل؟ طبعا أنا لا أقصد الآثار الصحية وإنما الآثار النفسية عليه أنا أفكر إنه مجتمعنا فيه حصانة وممكن يتغلب على أي آثار وأي توابع لأزمة الكورونا إذا عرفوا يتلقوا الدعم والمساعدة المطلوبة هاي فرصة كمان نوجه نداء لكل أم ولكل أب اللي حاسين إنهم بحاجة لإرشاد بحاجة لدعم يتوجهوا في عدة جهات مهنية اللي ممكن تدعم ممكن تقدم نصائح إنها وحدة من هاي الجهات هاي دعوني للسؤال كيف الأهل يعني يمكنهم أن يعرفوا أن ابنهم أو ابنتهم يمرون بأزمة ما هي العلامات والإشارات والدلائل لباله؟ الجواب بسيط جدا كل تغيير مفاجئ في سلوكيات الولد هي مؤشر لضائقة بعيشها الولد يعني إذا الولد تحول بشكل مفاجئ من اجتماعي لانتوائي فهذا مؤشر إنه فيه إشي مش مزبوط بصير معه إذا تحول مرة واحدة من إنسان اللي أكله خفيف لشخص اللي بتناول الأكل بكميات هائلة أي تغيير اللي إحنا منلاحظه كأهل ممكن يكون مؤشر الآن بوديني لنقطة ثانية كداش مهم إنه الأهل يكون عندهم إصغاء لأولادهم كداش فيه أهمية للتواجد المشترك ما بين الأهل والأبناء كداش مهم إنه إحنا نتفاعل مع أولادنا واليوم واحدة من مشاكل عصرنا الحالي اللي بنسميه عصر التكنولوجيا إنه كل واحد عايش في عالمه الإفتراضي تواصل بناتنا محدود جدا بيوتنا كبيرة هاي حكيانا عنها واحدة من أفضليات الكورونا ولكن في إلها سيئات إنه كل واحد موجود في غرفته في عالمه في الزاوية تبعته ومش كثير إحنا مننتبه أو منصغي وهذا بود كثير مرات لوضع اللي الولد ممكن يعاني من أزمة وفيش حدا منتبه وفيش حدا شايف مهم نصغي لأولادنا مهم نحكي مع أولادنا جملة أخيرة مهم إنه على الأقل يوم أو ساعة في اليوم من خلال واجبي أو من خلال توقيت اللي كل أفراد الأسرة يكونوا موجودين فيه يكون فيه لقاء عائلي اللي كل ياتنا منفصلين عن أي شيء ثاني وموجودين في حوار مشترك كعائلي إذا واجهت أم أو واجه الأب مشكلة عائلية ويرى الواحد منهم أنه عاجز عن الحل يعني لمن يمكن للأب أو الأم التوجه وطلب المساعدة لمن؟ خلينا نبلش من كلمة عاجز عن إيجاد الحل واحدة من مشاكلنا في الفترة الحالية ومش بس في مجتمعنا العربي على فكرة في كل المجتمعات هي فقدان السلطة لدى البالغين يعني كمان السلطة تبعت الأهل في تراجع وكمان السلطة تبعت المربين في تراجع وهذا اللي بيخلينا مرات المشعر في العجز إنه نتعامل مع المشاكل في حالة حسينا إنه في مشكلة عند ابننا ومع الناش القدرة نتعامل معها نتوجه لمساعدة نتوجه لطلب استشارة دعم من خلال في مكاتب للرفاهة الاجتماعي اللي فيها أخصائيين اجتماعيين ممكن يقدموا المساعدة والدعم في مراكز في مرشدين للأهل اللي تخصصوا وتأهلوا وتعلموا كيف يعطوا إرشاد وتوجيه للأهل نشارك في لقاءات جماعية نشارك في لقاءات إرشاد فردي ما نستحيش ما نترددش إنه نحكي إحنا بحاجة لمساعدة مرات مجرد الفطفضة إنه أنا أحكي بصوت عالي وحدا مهني يسمعني ويدير الحوار بيني وبين نفسي يسألني الأسئلة الصح يعطيني أفكر في جوانب اللي أنا ما خطرتش في بالي هذ الحال ممكن يوجهني للحال والحال دائما موجود في العائلة اخترق ده نتركك الآن مع كلمة ونصيحة تحبين أن توجيها إلى الأهل ومن يسمعك عبر شاشة كناتها لا وموقع بنت ماذا تقولي له أول شيء أريد أن أحكيها للأهل أنه فيش لكم بديل بالمرة أعرفوا دائما أنه أنتو أنتو العنوان الأول والأخير لأولادكم أنتو المرجع الأول والأخير لأولادكم تتنازلوش عن هذا الحق النصيحة الثانية تخفوش تحطوا حدود لأولادكم أعرفوا أن أولادكم بحاجة لحدود واضحة وكل مرحلة عمرية فيه إلها حدود منها مختلف حطوا الحد كونوا سلطويين مش متسلطين قولوا لأ لأولادكم في الوقت الصح اللي لازم تحكوا فيه لأ اصغوا لأولادكم قديش أكثر اعملوا لقاءات مباشرة اعملوا حوارات مع أولادكم اسمحوا لأولادكم يغلطوا اعطوا الفرصة لأولادكم يغلطوا وكونوا بالنسبة لإلهم العنوان اللي يشاركوكم فيه في أخطائهم اعطوهم الفرصة يعبروا بدون ما تلوموهم بدون ما تعالقوا لهم المنصة وساعدوهم كيف يتعاملوا مع أخطائهم وكيف يتعلموا من أخطائهم رغضة مصالحة مديرة المركز القطري للوالدية والأسرة في المجتمع العربي أكاديمية القاسمي شكرا لحضرك للستوديو شكرا شكرا لك اشتركوا في القناة